اشتركوا في القناة وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً من كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم بقيباً يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعب له ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هذه هذه محمدين وشر الأمور ذاتها كل حدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد فمازلنا مع ومضة من الممضات الإيمانية والتي تدور حول الذكر وهذا يجرنا إلى الكلام عن الغنى العالي الغنى العالي الذي قسمه الإمام الهاري إلى ثلاث درجات الدرجة الأولى غنى القلب هو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة والدرجة الثانية غنى النفس هو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسقوط وبراءتها من المراياه والدرجة الثالثة والتي هي متعلقة يعني بتلك الومضة متعلقة بالذكر وهي الغنى بالحق جل وعلا وبتنقسم إلى ثلاث مراتب الأولى شهود ذكره إياك والثانية دوام مطالعة أوليته والثالثة الفوز يعني بوجوده فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرضي ولكن الغنى غنى النفس ولا بد أن ندرك أنه متى استغنى النفس استغنى القلب متى استغنى النفس استغنى متى استغنى النفس استغنى القلب أيها الإخوة الكرام متى استغنى نفس استغنى القلب وهنا نعود إلى الدرجة الثالثة وهي الغنى بالحق سبحانه وتعالى وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه وهي أعلى درجات الغنى فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك فقدر خلقك ورازقك وعملك وإحسانه إليك ونعمته عليك حيث لم تكن شيئا يعني ألبت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني وذكرك سبحانه وتعالى بالإسلام فوفقك للإسلام واختارك له دون من خذله واضح قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط وإنما هو الذي أهلك بسبب ذكره يعني فلولا ذكره لك بكل جميل أو لا كهو لم يكن لك إليه سبيل ومن الذي ذكرك باليقضة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام ومن الذي ذكرك يعني شواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك عليها وأحيا عزماتك الصادقة عليه لابد أن تدرك يعني تلك المعاني حتى يعني تبت إليه وأقبلت عليه فذبت حلاوة التوبة وبردها ولذتها ومن الذي ذكرك سواه بيعني محبته حتى هاجت يعني من قلبك لوعجها وتوجهت نحوه سبحانه ركائبها ومن الذي عمرك قلبك بمحبته جل وعلا بعض طول خراب وآنسك بقربه بعض طول الوحشة والاغتراب لابد أن تدرك ذلك يعني عندما نتكلم عن الذكر وهذه ونضة أو ومضات إيمانية متعلقة بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية مما لا شك فيه أو توحيد الربوبية بذياتا وتوحيد الألوهية حيث أن التوحيد الربوبية باب إلى توحيد الألوهية ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه ثم أثابك على هذا التقرب ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر من تقرب إلي شب تقربت إليه إذراع فصارت تقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى لا بد أن تدرك ذلك تقرب قبله وتقرب بعده والحب منك محفوف بحبين منه جل وعلا حب قبله وحب بعده والذكر منك محفوف بالذكرين ذكر قبله وذكر بعده فلولا سابق ذكر الله عز وجل إياك لم يكن من ذلك كله شيء يعني واضح ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإناب إليه والتقرب إليه فهذه أيها الإخوة الكرام كلها آثار ذكره لك واضح ثم إنه سبحانه وتعالى ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس فله عليك في كل طرفة عين ونفس يعني نعم عديدة يعني ذكرك بها قبل وجودك وتعرف بها يعني إليك يعني قبل وجودك يعني هو الذي يعني ذكرك بالإسلام يعني سبحانه ذكرك بالإسلام وفوفقك إلى الإسلام واختارك لهذا الدين دون من خذ له جل وعلا وسمكم المسلمين من قبل واضح فجعلك أهلا يعني لما لم تكن أهل أهلا له قط وإنما هو الذي أهلك بسبق ذكره فلولا ذكره لك يعني بكل جميل أهلا كهو لم يكن لك إليه سبيل لابد يعني لابد أن تدرك ذلك ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوه فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرت بها قبل وجودك وتعرف بها إليك هل أدركت ذلك؟ هل اجتهدين معاني؟ هل اجتهد هذه المعاني؟ هل تأملت ذلك؟ هل تنبرته؟ هل تبصرته؟ هل اعتبرته؟ أم أن المسألة وكأنها حقوق مكتسبة حقوق لابد أن تأخذها لا والله إنها نعم متوالية متعددة مترادفة وإنما يعني هو فعلا بكذلك يعني بتلك النعم وتحبب إليك وتعرف بها إليك يعني مع غناه التام مع غناه التام عنك وعن كل شيء يعني مع غناه التام هذه لابد أن تدرك ولابد أن تعرف من أنت ومن ربك حتى تعرف أن الله عزل غني بذاتي وأنت فقير بذاتي هذا هو الغنى العالي والفقر الاختياري الذي لابد أن تعيش حياة حقيقية إنما ذلك أيها الإخوة الكرام إنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده إذ هو الجواد المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لمقابلة يعني لماذا أنت فعلته فهو يفعل لا هذا تمام كامل فضل الله عز وجل لأنه محسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزائم منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك لابد أن تعيش تلك القصة كيف هو الغني الحميد فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فأعلم أنه ذكرك بها يعني فالتعظم عندك لذكره لك بها بتلك النعم فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب إليك بنعمته هذا كله مع غناه التام عنك فإذا شهد العبد يعني هنا شهد بعيني البصيرة وليس بعيني الرأس فإذا شهد العبد ذكر ربه له ووصل شاهده إلى قلبه يعني وصل هذا الشاهد اللي هو إيه يعني بين بيت يوم من بني راضي الجنة هذا شاهد يعني إذا راضي الجنة فارتعوا حلق العلم شاهد الجنة عند ظلال السيوف شاهد يعني الجنة عند قدمهم شاهد وهكذا أيها الإخوة الكرام فإذا وصل هذا الشاهد يعني شاهد ذكر ربك وسابق فضله ونعمه عليك عن من بدون معوضة أو من أجل معوضة أو مقابلة لا من تمام فضل الله عز وجل واضح فإذا وصل هذا الشاهد إلى قلبك ما تفعل يعني عندما يصل يعني ذلك الشاهد القلب شغى لك ذلك عما سواه من كل الوجود عما سواه شهوات رئاسات مناصب شهرة نجومية أي شيء شغى لك ذلك عما سواه وحصل لقلبك به غنى عال لا يشبهه شيء من أشياء الدنيا وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له أو سيده غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنين مهما أعطى له من مال أو مناصب لكن ذكره هذا يعطيه يعني مرتبة أعظم يعني ولله المثل الأعلى فهذا غنى زائد على إنعام سيده وعطاياه عليه السنين فهذا هو غنى يعني فهذا هو غنى ذكر الله عز وجل للعبد يعني وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يعني من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فهذا ذكر ثاني بعد يعني بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا وشعور العبد بكل الذكرين الذكرين يوجب له غنى زائد على إنعام ربه عليه وعطاياه وعطاياه له المقصود أيها الإخوة الكرام يعني أيها الإخوة الكرام المقصود من ذلك ما هو المقصود يعني من من ذلك المقصود من ذلك شعور العبد وشهوده شعور العبد و شهوده لذكر الله عز وجل له يغني قلبه نقطة مهمة و يسد فاقته وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم فإن الفقر يا إخوة من كل خير حاص لهم وما يظنون يعني واضح يعني وما يظنون يعني وما يظنون أنهم حاصل لهم من الغنى فهو أكبر أسباب فقرهم يعني أكبر أسباب الفقر يعني ما يظنون أنهم إذا حصلوا الدنيا والمناصب والشهوات فهذا من يعني أكبر الفقر لأن هذا يعني الغنى ينقسم إلى غنى عالم وغنى سافل فالغنى السافل هو الغنى بالأعراض الغنى بالأسباب الغنى بالمواصب الغنى يعني بالشهوات خلي بالك من المسألة نقطة فهذا من المسألة فهذا من المسألة فهذا من المسألة الغنى العالي والفقر 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 جل وعلا مكافأة أعلى من ذلك وهو أن ذكرك يعني ذكرك يعني ذكرك قبل أن تذكره يعني وضح ثم جعلك تذكره ثم كافأك على ذكره الحسنة بعشر أمسالها ثم كافأك على ذلك بأن ذكرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم يعني وانت قرب إلى شب تقربته إليه ذراء ومن تقربته إليه ذراء تقربته إليه باع ومن أتى ليمشي أتيته هرولا فهي نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام يعني لابد أن نعي لابد أن نفهم لابد أن ندرك واضح فهنا يعني يعني لابد أن ندرك فالفقر يا إخوة يعني الفقر يعني فقران والغناء غناء يعني الفقر اختياري وفقر اضطراري وفقر اضطراري يشترك فيه الكافر والمسلم والبر والفقر الدنيا كلها لا يوجد مشكلة كل المخلوقات فقر بذاته واضح فقر اضطرار اضطرار وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فجل عنه وهذا الفقر لا يقتضيه متحن أو ذن أيها الإخوة الكرام ولا ثوابا ولا عقاما بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا والفقر الثاني فقر اختياري وهو نتيجة علمين شريفين أحدهما معرفة العبد بربه والثاني معرفة العبد بنفسه فمتى حصلت هتان المعرفتان أنتجتان العبد فقرا هو عين غناء وعنوان فلاحه وسعادته وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في أتين المعرفتين معرفة العبد بنفسه ومعرفته بمن بربي فمن عارف ربه يعني بالغني المطلق عارف نفسه بالفقر المطلق ومن عارف ربه بالقدرة التامة عارف نفسه بالعجز التام ومن عارف ربه بالعز التام عارف نفسه بالمسكنة التامة ومن عارف ربه بالعلم التام والحكمة عارف نفسه بالجهل فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة جل وعلا ولا شيء البتة ولا يملك شيئا ولا يخضر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد يعني أنت فقير وبهذا الفقر تنالي عزة والكرامة يعني تنالي عزة والكرامة هذا الفقر يعني وتنالي العبودية وتنالي الذل والمسكنة لله عز وجل وتنالي الخشوع والإخبات والإنابة لله عز وجل ومعلوم أن هذا من لوازم ذاته وما بالذات دائما بدوامها وهو لم ينتقل من هذه الربة إلى ربط الروبية والغنى بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره فالله عز وجل أسبغ علينا نعمه وأفاض علينا رحماته وسقى إلينا أسباب كمال وجوده ظاهر وبطن وخلع علينا ملابس إنعامه وجعل له السمع والبصر والفؤد وعلمه وأقدره وحركه وصرفه وجعلك تذكره كذلك فالذكر منه من الله عز وجل على العبد ومكنه من استخدام بلينجنس وسخر له الخيل والإبل وصلته على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحوش وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعليات البناء لماذا؟ حتى تكون عبدا لله فقيرا إليه ذاكرا له على كل الأحوال على كل الأحوال وجعلك تتحيل على جميع مصالح وتتحرز وتتحفز مما يؤذيك وهنا بعد ذلك كله يظن المسكين المحتاج المضطر بل كل ذلك بل كان ذلك شخصا آخر غيره كأن ذلك يعني واضح كأن يعني كأن ذلك ومن هنا أيها الإخوة الكرام خزل من خزل ووفق من ووفق من وفق خزل من خزل ووفق من وفق فحجب المخذول عن حقيقته وأنسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه جل وعلا فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه اشتغنا وقال ربنا جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسن يسره للعسرى فأكمل الخلق أيها الإخوة الكرام أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقه وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عن ربه طرفة عين ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك هو منه شيئا وأن الله عز وجل يصرفه كيف يشاء كيف هو يتلو قول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لا قد كد تتركن إليهم شيئا قليلا ضروط العبد وإلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به كما قلنا وبحسب قربه ومنزلته عنده وهذا أمر يعني إنما يعني أمر يا إخوة وهذا يعني وهذا أمر إنما لمن يعني بعده منه ما يرشح من ظاهر الوعاء ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاهن وأرفعهم عنده منزلة لماذا لتكميله مقام العبوديات والفقر إلى ربه عز وجل وكان يقول لهم أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لا تطروني كما أطرط نصر المسيح بن مره إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول وذكره الله عز وجل يعني بسمة العبودي في أشرف مقامات مقام الإسراء مقام الدعوة مقام التحدي سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا وقال إنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنت في ربه مما نزلنا على عبدنا تطرط مهمة جدا ده كله عز وجل نصر إيه إن ذكرك لله عز وجل من الله عز وجل وليس من نفسك وليس من قوتك وليس من زكائك وليس من فطنتك وليس من فهمك وإدراك تأمل تأمل قول الله عز وجل أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله جل وعلا إلى الله فعلق الفقر إليه بإسم الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر فإنه كما تقدم فقر إلى ربويته وفقر المخلوقات بأسرها فقر إلى إلهيته وفقر أنبيائه ورسله وعباد الصالحين وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه قوم ويتكلمون عليه ويشبرون إليه هو الفقر الخاص هذا العام وقد اختلفت عبارتهم يعني في يعني ووصفهم وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير لابد أن ندرك أيها الإخوة الكرام يعني حتى نستطيع أن ندرك من نحن ومن ربنا حتى نتمكن من السير إلى الله عز وجل ونحن قد خرجنا من أنفسنا بالكلية يعني وقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني فخرجنا من حولنا ومن قوتنا إلى حول الله وقوته فكل يعني فضل منك ليس منك وكل خير منك ليس منك إنما هو من الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن